شريعة تطهير الأبرس خطايا كل الشعب لما بتقرأ عن هذا اليوم وعن الذبائح التي تقدم كلها لها دلالة إلى يسوع المسيح طيب السؤال لماذا؟ ليه بتلزم الكفارة؟ لأن الخطيئة فشت في كل مكان نحن نخطئ لأننا بالأصل خطاه ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمه من البطن سميت عاصيا ألم يسمين الكتاب أننا أبناء المعصية؟ أمواتا بالذنوب والخطايا؟ في أصعب وأخطر من هيك وصف فإذن بسبب الخطيئة لأنه ليس إنسان لا يخطئ ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فإذن الجميع أخطأ هاي الخطيئة بشعة فضيعة شنيعة لأنه فصلتنا عن الله ففي كفارة في لزوم للكفارة وها جاء المسيح ليصالح الإنسان مع الآب ثم أحبائي الكفارة بتلزم لأنه الإنسان أثبت عجزه حتى البر الشعياء يقول جميع أعمال برنا كخرقة نجسة فإذن لما بيتكلم عن حمل الله هذا اللي بيدور في ظهن الناس إنه إنسان خاطئ بيحتاج لذبيحة وإنه الخطيئة فصلت الإنسان عن الله وحجبت وإنه الإنسان عاجز أن يصل إلى الله وحاول أن يصل لأله بكل الوسائل بكل الطرق بكل الإمكانيات لكنه عجز وهذا هو المبدأ في العهد القديم الله أخذ زمام المبادرة ألبس آدم وحواء أقمس من جلد ذبيحة هابيل قدم ذبيحة حيوانية نوح بعد الطفان لما خرج من الفلق قدم ذبيحة إبراهيم قدم ذبيحة وأيضا في 22 أراد أن يقدم ابنه إصحاق لكن الرب افتداه بكبش افتداه بذبح عظيم قال الرب يرى يعني بيتكلم عن المستقبل وعندما تكلم يسوع في إنجيل يحنى إصحاق 8 قال إبراهيم رأى يومي فتهلل سألوه طب ما أنت لسه عمرك بجيبش الخمسين قاله عبارة مهمة قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن ليه المسيح يقول هذه العبارة أخذوا حجارة وكانوا عوزين يرجموا يسوع المسيح لكن ما كانش معاد الذبيحة المسائية لسه لازم يكون في ليلة الفصح كما تم هذا الشيء